هذا كتابي في اللغة العربية واسمه مرشدي في اللغة العربية السنة الثانية من التعليم ابتدائي سأقرأ لكم حكاية ابتسام الذي لا ترى بعينيها اسم ابتسام عمري 9 سنوات ابتسم لكل من يلاعبني ويحزسني اختارت لي جدتي اسم ابتسام وكانت عمتي تقول دائما ابتسام مبتسمة على الدواء يحبني أمي ويحبني أبي وأنا أحبهما أسمع وأشعر وأتحسس بيدي الأشياء لأعرفها كلما لمستها أذهب إلى المدرسة مثل كل أطفال الصغار وبما أني لا أرى بعيني المناظر والأشياء فإني أتعلم بالسمع واللمس بيدي أخي راجع معي الدروسة وكلبي بوبي ينبه عندما يراني من بعيد وهكذا تنتهي حكاية ابتسام شكرا لكم على الاستماع وإلى اللقاء